اليوم يا أصدقائي يجيب لكم إعدادات أسطورية لكل الهواتف أنا متأكد هذه الإعدادات رح تنجح مع الجميع تأكد يا صديقي أنك تشاهد للنهاية مرحبا شباب كيفكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم رجعت لكم بفيديو جديد قبل بداية الفيديو أتمنى من كل شخص يشاهد الفيديو ينزل يفجر زر اللاك ويشارك إذا ما كان مشارك ويفعل زر الجرس ليصلا كل فيديو جديد أصدقائي شكرا لكم على الدعم في هذا الفيديو رح تكون معانا إعدادات كما قلت لكم إن شاء الله رح تنجح لكل الهواتف رح تكون مقسمة لثلاث إعدادات وإنت يا صديقي أدخل كل جيم تدريب وأعطي كل إعدادات حقها جرب كل هذه إعدادات من الثلاثة لوحدها في جيم خاص حتى تلاقي أن الإعدادات واحدة من الثلاثة مناسبة لهاتفك وهي اللي خليها يلا نشوف أول إعداد أول إعدادات يا أصدقائي عام 97 نقطة حمراء 86 عدسة في 92 عدسة في 94 عدسة قناصة 66 أما نظرة حرة 80 الإعدادات الثانية عام 91 نقطة حمراء 88 عدسة في 82 85 عدسة في 94 عدسة قناصة 68 نظرة حرة 92 العدادات الثالثة عام 100 نقطة حمراء 93 عدسة في 82 عدسة في 94 عدسة قناصة 51 أما نظرة حرة 93 بالنسبة يا أصدقائي لزر الطلق واللي رح يكون نفسه لجميع العدادات خلوه في مكان متوسط يعني لا ترفعه كتير يا صديقي ولا تنزله كتير خليه في مكان معتدل وإذا كانت عندك شاشة صغيرة فلا تنزله أكتر من 55 هذا أصغر مقاس يعني بين 55 و 75 هذا هو أكبر مقاس بالنسبة لهاتف شاشة متوسطة أخليه على 68 بالنسبة يا أصدقائي ممكن تستعملوا أو لا أنا ما أستعمل ممكن إذا كانت عندك الحساسية ضعيفة يعني مثلا خليت 100 في عام وما زالت الحساسية بطيئة ممكن تخلي الـ DPI ما بين 450 و 560 وهكذا يا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى يكون لنا لإعجابكم أتمنى الإعدادات تنجح معكم نلتقي في فيديوات قادمة إن شاء الله سلام